موسيقى في ظل العالم المفتوح الآن وفي ظل عبادات يجب أن تكون جماعية علنية مثل الصلاة والحج وإلى غيرها من العبادة للتعرفة كيف للإنسان أن تكون له سريرا؟ يحاول أن لا يكون شيء يصنعه في الملأ إلا ويكون له نظير في الخلف كل شيء يصنعه الإنسان في جلوته يحرص لأن يكون له نظير في خلوته الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان فسر العدل لاستواء السريرة والعلانية والإحسان تكون سريرته ضل من العلانية هذه السريرة أبنية على الصدق مع الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه وقال الله يا أيها الذين أعملوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ينفر المؤمن من الغل على إخوانه والحق على المسلمين والمؤمنين حب والحسد يؤمر بالحق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ليس من المحقول أن نرى فضل الله على أحد فنحسده كأننا نقول بلسان الحال أن فلانا غير أهل لرحمة الله الله الذي رحمه أعلم أين يضع رحمته الله الذي أعطاه ابتلاه فلا يدخل العبد ما بين الرب وبين عباده لكن يسأل الله جل وعلا من فضله الغبطة ويعدم تمني زوال ذلك مع حرص العبد على أن الإنسان يسعى في الخيرات وينافس هذا أمر مشروع قال موسى أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمته أكثر من من يدخل من أمته نعم لكن يكون في الإنسان في قلبه غل وحسد بأن هذا يدفع إلى الشروع إلى الأذهام كما وقع عن قتل أحد ابني آد أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فدرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر